أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام لقاح سينوفارم الصينية للاستخدام في حالة الطوارئ معربة عن أملها في أن يعزز ذلك وصول اللقاح إلى جميع أنحاء العالم وقال مدير منظمة الصحة العالمية دروسات هنوم إنه جرى التوصية بتلقي جرعتين من اللقاح حيث إن فاعلية اللقاح تقدر بـ 79% وتمحد هذه الخطوة الطريقة لإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية